رقم 10 عارف شوية كواليس من محاضرة موسيماني الأخيرة قبل مباراة بيراميدز منها أنه تكلم وخطط أنه يبدأ زي بداية مباراة الهلال السعودي والمقصة وفرقه اللي سماها موسيماني صدمة البداية بحيث يضغط من أول لحظة عشان يسجل هدف مبكر ويكمل ضغط بعد كده بكل قوة فكرة كويس لما بتلعب مع منافس قوة جدا وعنده لعبين رائعين جدا ومنافس متوقع منه أن يهجمك زي ما أنت بتهجمه عندك حل من الاثنين يا إما تستنى في مناطقك شوية وتستكشف الخصم أو تستكشف المنافس وبعا كده تهجمه يا إما تهجمه من أول لقطة يعني تقوله أنا نازل دايس فموسيماني عمل كده في مباراة كتير منها مباراة الهلال السعودي ومنها مباراة فرقه ومنها مباراة المقصة أنه من أول ثانية خلص المباراة خلص المباراة في ربع ساعة على طول كده تخلص المباراة هل بقى بيرامد؟ مش هيبقى فاهم ده؟ أعتقد هيبقى فاهم هل هيبقى عارف ده؟ هيبقى عارف هل تكالت إن إهاب جلال ما بيبقاش واعي للكلام ده؟ هيبقى واعي جدا عشان كده مواجهة كبيرة أنا أحترم المواجهة اللي بين اتنين مداربين كبار موسيماني وإهاب جلال دي مباراة للمتعة طبعا أنت تتكلم في تشكيلة الفرقين اللي اتنين عندهم لعبين دولين حدث ولا حرج كتير يعني كتير جدا بس